ارمي بعرف انه الكل حزين ومش متقبلين بانه الاسبوع القادم رح نودع فرقة بي تي اس لغاية عام الفين وخمس وعشرين لكن بنشرة الليلة اكو اخبار رح تنال اعجابكم واخبار حصرية واخبار اكيد حزينة لانه احنا عم نودع فرقة بي تي اس وقد بدأ العد التنازلي بداية رح تكلم عن اخر لايف ظهروا في فرقة بي تي اس او بالاحرى ما تبقى من فرقة بي تي اس ارم في جيمين وجيكي على الوي فيرس تحت عنوان وداعا الى اللقاء انا هيك سميته بالاضافة رح تكلم عن في واللي ودع اصدقائه باخر طلعت شباب مع بعضهم ونزل مجموعة صور كنوع من الوداع عم بودع اصدقائه على حسابه على الانستجرام بالاضافة رح تكلم عن تعاون في وارم مع كاتبة اغاني فلسطينية هذا الخبر حصري وهم بعد رح تكلم عن ان وكالة هايب عم تشتغل على مشروع تجارب اداء في الشرق الاوسط هاي كلها اخبار رح تنال اعجابكم فهيسا ناقل انيو هاسيو اند ارمي انيو هاسيو السلام عليكم اند ولكم باك ايفرون مع نشرة اخبار الكيبوب لهذا اليوم اليوم النشرة فقط عن فرقة بي تي اس اكو اخباري هواية رح تكلم عنها رح تكلم عن تعاونات في اكو ثلاث تعاونات وليش في ما قص شعره على الصفر يعني زيرو ليش خلش شوي من شعره لانه اكو تعاونات انا خبرتكم بالعنوان اكو تعاون مع كاتبة اغاني فلسطينية هو وارم على مود امراص مربع اللي بتقول بانه فرقة بي تي اس ما بدعمه فلسطين هايهم بدعمه فلسطين ورح يتعاونوا مع كاتبة اغاني فلسطينية وهذا الخبر حصري فقط على قناتنا بالاضافة بانه في رح يتعاون مع مغنية من فردة من الصف الاول مغنية كورية تنويح قبل ما ابدأ لا تنسوا لايك وشير للنشرة وبالمعيه اعملوا اشتراك والاهم من كل هاد ارمي لازم تنشر النشرة وتورجوا الكارهين بانه فرقة بي تي اس يدعموا فلسطين على عناد الكارهين ارم وفي رح يتعاونوا مع كاتبة اغاني فلسطينية يس يدعموا فلسطين يا بعرف انه الكل متحمس يسمع الاخبار هاي الحلوة هلا بداية رح تكلم عن الاخبار الحصرية الاخبار الحلوة اللي كلنا حابين نسمعها ورح اخلي الاخبار الحزينة اخر شي تم التأكيد بانه ارم رح يتعاون مع كاتبة الاغاني الفلسطينية رح يكون اسمها موجود هون ايمان جابوع بالاضافة بانه هي نفسها كاتبة الاغاني اللي خبرتكم قبل كم شهر بانه في رح يتعاون مع كاتبة اغاني فلسطينية هي نفسها ايمان ورح ينزل الفيديو الموسيقي لفي وقت ما يطلع من الجيش فايش هو الفيم او ايش المفهوم اللي رح يجمع في مع كاتبة الاغاني الفلسطينية بصراحة ما بعرف وهم بعد في رح يتعاون مع المصمم العالمي ريكاردو تيشي اتمنى اكون لفضل اسمه صح ولذلك هو ما قص شعره على الصفر لانه رح يطلع بيكون كمان ضيف وهم بعد في رح يتعاون مع المغنية ايو اللي رح ينزل تعاونهم في بداية عام 2024 السنة القادمة ولذلك في ما قص شعره لانه اكون تعاون رح يجمعه مع كاتبة اغاني فلسطينية ومع مصمم الازياء العالمي ريكاردو تيشي وهم بعد مع المغنية ايو صراحة انا متحمس تعاونه مع كاتبة الاغاني الفلسطينية ايمان ورح يذكر انه هاي كاتبة اغاني فلسطينية يعني هذا اكبر دليل انه فرقة بي تي اس بدعمه فلسطين على بالنسبة لوكالة هايب خبرتكم في بداية السنة بانه هايب عم تشتغل على مشروع تجرب اداء بالشرق الاوسط صح ولا لا لكن بسبب الاحداث اللي صارت شوفوا انتوا الانسانية بسبب الاحداث اللي صارت في غزة والشرق الاوسط وكانت هايب قامت بتأجيل هذا المشروع ما لغته بل اجلته رح يتم اختيار فتيات وفتيان من الشرق الاوسط من كل الدول العربية بصراحة اكو هيك يعني تور عالمي او عربي رح يكون داخل الشرق الاوسط من وكالة هايب لكن مثل ما خبرتكم اتوقع انه ما رح يتم قبول المحجبات مثل ما وصلني فهذا الشرط يعني بنعمل سكيب عليه فوكالة هايب حاليا قامت بتأجيل المشروع بسبب الاوضاع في الشرق الاوسط لكنها ما لغته بل قامت بتعيين 14 موظف من بناتهم مترجمين مصممين مخرجين وادارة اعمال 14 موظف هلأ بيشتغلوا بالشرق الاوسط مع وكالة هايب على مشروع تجارب اداء بالشرق الاوسط ان شاء الله قريبا بعد ما يتم تحرير فلسطين نقوله ان شاء الله هاي الاخبار بصراحة اكسكلوسيف حصرية وصلتني هسا فانا قابل ما اصور وصلتني قلت لا لازم اطلع اني افاجئ الارمي اعطيهم اخبار حلوة انا بصراحة الاخبار اللي هسا بنا نسمعها محزنة مش مش حلوة لا هي محزنة بداية راح اتكلم عن اخر لايف ظهروا فيه فرقة BTS RM, V, Jimin و JK اللي انا سميته وداعا الى اللقاء مثل ما خبرتكم بين الاسبوع القادم يوم الاثنين القادم بتاريخ 11 ديسمبر راح يتم تجنيد RM و V وهم يقاعدين جن بعض سبحان الله RM و V قاعدين جن بعض وجيمن و JK جن بعض بالاضافة يبقى انه بتاريخ 12 ديسمبر يعني يوم الثلاثاء راح يتم تجنيد جيمن و JK يعني يوم الاثنين RM و V يوم الثلاثاء جيمن و JK لكن الخبر الحلو بالموضوع بانه جين نشر هذا المنشور على حسابه على الويفيرس واللي طبعا شكر الارمي انه محتفلوا بعيد ميلاده من دونه وايضا خبرهم خبر كثير حلو بانه اصبح قائد رسميا جين اصبح قائد من مساعد قائد مساعد مدرب الى قائد يعني هسا جين راح يكون قائد حرفيا رسميا على جيمن و JK رح يكون الوضع مسخرة بالجيش جين هو قائد على جيمن و JK هيك رح يكونوا بالجيش الله يسطر الله يسطر بصراحة المهم نرجع هسا الى اللايف اللايف يا جماعة كان جدا حزين في لايفين في لايف جماع RM و V جيمن و JK واللايف الثاني كان بس لوحده V اللايف الاول بدا تكلم عنه طبعا هو طلع V اول شي وخلى طبعا باقي اعضاء الفرقة يطلع معه V كشف خلال اللايف عن تجنيده في وحدة مكافحة الارهاب special duty team ليتحدى نفسه ويعود بكل قوة وايضا قام V بالبث المباشر على الويفيرس وتواصل مع جميع الارمي وانضم اليه باللايف RM جيمين و JK علمودي يتكلموا ويودعوا الارمي باخر لايف على الويفيرس وقام V لأول مرة بقص شعره بهذا الطول يعني أول مرة V يقص شعره بهذا الطول هذا أقصر شعر ظهر فيه V بتاريخ حياته المهنية وايضا عن فكرة كان واضح عليه كثير صغير باللوك هاد أنا حبيته بصراحة حبيته والطويل كمان كثير حلو سكشي عليه بس القصير خرافي طالع قال خلال اللايف بأنه هو ما حلق شعره بالكامل لأنه عنده أحداث وعنده طبعا لسه أشياء بده يخلصها بعدين بقص شعره بالكامل مثل ما خبرتكم الأشياء اللي هو لمح عنها بالبث أنه عنده شغلات لسه ما خلصها هو لسه تعاونه مع المغني آيو ونحط لعب الفاشن شو مع المصمم العالمي ريكاردو تيشي وهم بعد تعاونه مع كاتبة الأغاني الفلسطينية إيمان اللي رح يكون هذا التعاون بفيديو كليب رح ينزل بعام 2025 وهم بعد تحدث فيي عن انضمامه لوحدة SDT وهي فريق المهام الخاصة وهو طبعا قرر أن يفوت هذا الشيء تحدي لنفسه وعلى مد أنه يتحدى نفسه هو أصلا بيخاف المرتفعات وبيخاف من كل هاي الشيئات فهو كان بتحدى نفسه لا أنا بدي أختار هذا التخصص أو هذا المجال على مد أفوت وتحدى نفسي وهم بعد فيي قال خلال اللايف بأنه تخصص طبعا SDT أو وحدة SDT محدة مكافحة الإرهاب وحرب المدن وبيخضع الأعضاء لتدريبات مكثفة وأيضا فيه عندهم تكتيكات مكافحة الإرهاب والتعامل مع التفجيرات وتدريب القناصة والهبوط من الجبال وأكد فيي لجميع الأرمي بأنه هو بيعتمني بنفسه يعني ما تخافوا عليه هيك هو قال وعنده أسبابه خاصة لينضمام بوحدة SDT كما أنه مستعد على مود يواجه خوفه من المرتفعات ويشارك في الهبوط من الجبال كما أنه أعرب فيي أنه سعيد جدا للتجنيد ومستعد هم بعد وبيهدف إلى زيادة وزنه هذا طبعا من أهم أهدافه لأنه أصلا وزنه حاليا 65 كيلو جرام فعنده هدف أنه يوصل إلى 85 كيلو جرام وأيضا على مود يستعد لجولة فرقة BTS الموسيقية بعد عودتهم جميعا في عام 2025 هو صرح بهذا الشيء أكو جولة عالمية لفرقة BTS بعام 2025 كما أنه قال وعمل تحدي بينه وبين جميع أعضاء فرقة BTS تحت عنوان بادي باست بادي اللي هو تشالينج باست بادي على ما يشوف من أكثر واحد طلع من الجيش وعنده جسم رشيق جدا هو فيه العمل هذا التحدي وختم طبعا اللايف ودع جميع الأرمي وشكرهم على دعمهم وشكرهم على مشوارهم معهم لما نطلق أول آلبوم منفرد لإله اللي كسر أم الدنيا وشكرهم على كل شي حتى أنه طلب من فرقة BTS نضموا معهم لكن هم ما نضموا فهو أعطوا الفرصة له ليختم هلأ البث الثاني الظهر في V كان واضح بأنه طلع على مود يخلي الأرمي يشوفه قصة شعره ثلاث دقائق بس كان اللايف جدا سريع فأتوقع يمكن أو مش يمكن يمكن يكون هذا آخر لايف لV حتى هو لما نودع الأرمي كان جدا حزين يعني ختم اللايف أنه خلص باي بدي أنام بعرف أنه هسا جميع الأرمي قاعدين عم ببكوا ودموعكم يعني خلصت نشفت مش خلصت أما بالنسبة لفريق وقفام طبعا الشلة العصابة مارت V هو أصدقائه اللي طلعوا آخر طلعت شباب لألهم على مود يوضعوا V قبل ما يفوت الجيش فيس الاسطوريات اللي عم بتشوفوها طبعا V يطلع بالليل مع أصدقائه كان العشاء الأخير قبل ما يفوت الجيش خلين نحكي يعني لحظة لحظة وداع بينه بين أصدقائه كيف أنه قضى هذا اليوم مع أصدقائه ومع فرقة بيتيس ومع الأرمي بيوم واحد لحظات مؤثرة جدا أنا فكرة بعرف فهذا كل شي لليوم هي كل أخباري حبيت أني أبدأ بأخبار سعيدة أخبار حصرية أتمنى هذا الفيديو ينتشر أنا بصراحة أنا نلاحظ مؤخرا اليوتيوب مش عم بينشر الفيديوهات اللي عم بنزلها لأني لابس الحطة الفلسطينية أوكي فأنا عم بشوف أنه اليوتيوب مش عم بينشر أنتو عم تنشروا المشاهدات اللي عم بشوفة أنا مش من اليوتيوب مش عم بوصل الإشعارات للفانز لأني أنا قلت لكم هذا الشي ما رح أشلحه إلا لما انت تحرر فلسطين إن شاء الله ومش رح أشلحه أسنع نهاية عجبني حلو صراحة حط الفلسطينية آرمي بعرف أنه كلكم حزينين لكن بالنهاية نتقبل الواقع فرقة بيتيس وغيرهم رح يفوتوا الجيش عادي الكل فات والكل رح يفوت الجيش أكو أخباري هواية رح تكلم عنها بالحلقات القادمة لكن حبيت أخصص هذا الفيديو فقط لفرقة بيتيس وآرمي على مد أونسكم بأخبار يمكن بعض منها حلوة والبعض منها شوي كانت كان حزينة لكن أهم شي أني أكدت لكم أنه فرقة بيتيس يدعمه فلسطين يطلع آرم وفي يتعاونوا مع كاتبة أغاني فلسطينية وهذا الخبر رح يتم تأكيده من الوكالة ومن حتى الأعضاء نفسهم آرم وفي يتعاونوا مع كاتبة أغاني فلسطينية ويوجدوا تور جولة من وكالة هايب على موض يختاروا تجربة أداء بالشرق الأوسط رح يصير ان شاء الله بعد من تهدى الأوضاع شوي بعد ما تم تحرير فلسطين قولوا ان شاء الله بالنهاية لا تنسوا لايك وشير عنه باي باي شاء الله شاء الله شاء الله لا疼 شكرا 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 اشتركوا شكرا 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 شكرا